جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم القضية الأخيرة لهذا المجتمع يقول هل يعتبر سور المسجد تابعا له بحيث تنطبق فيه جميع الأحكام من تحية المسجد وصلاة الجماعة جزاكم الله خيرا نعم كل ما يحيط سور المسجد فإنه يعتبر من المسجد ما كان داخل سور المسجد فإنه يعتبر من المسجد في الأحكام سواء كان مسقوفا أو غير مسقوف فمن دخله فإنه يشرع له تحية المسجد إذا أراد الجلوس ولا يجوز أن تجلس فيه الحائض ولا الجنوب ولا يباع لأنه وقف تابع للمسجد وكل ما كان داخل سور المسجد فإنه يعتبر من المسجد